أهلا بحضركم مرة تانية خليني أطمن جمهير النادي الأهلي على حالة المصابين وطبعا يعني ده الشغل الشغل بالنسبة لنا كلنا خلايا فترة حالية لأن المطش خلاص تعالوا داد بيقرب يعني أنت نقص لك إيه 8 يام عن المطش 8 يام عن المطش مهم جدا بظروف برضو صعبة يعني ترتيبات وتنظيم لهذه المبراء يدعوا للريبة في الحقيقة وليقول غير كده يبقى بيهزر بصراحة فالمهم في كل أحوال نحن عندنا ساقة جدا كبيرة في اللعبة في الجاز الفاني في أي حد حيلعب لكن عايزين نطمن مين هيكون جاهز مين ممكن يكون بعيد فنبتدي بعمر السلية عمر السلية بينفز آخر مراحل البرنامج التأهيل الخاص بي احنا عارفين أن السلية كان عنده شد في العضلة الخلفية لكن أقول له حضراتكم عمر السلية بإذن الله تعالى موجود في المباراة النهائية بشكل طبيعي وجاهز تماما وإن شاء الله سيشارك في التدريبات ممكن بكرة أو بعده بكتير قوي فبالتالي سبوع تدريبات للنسبة للعمر السلية سيبقى أمر إيجابي جدا إذن بيعلن جاهزيته التامة لها بمجرد بإذن الله ما يشارك في التدريبات وحيكون تحت تصرف الجهاز الفاني العيب الثاني في نص الملعب برضه ولكن أهمية عن عمر السلية هو حمدي فاتحي حمدي فاتحي خلاص حصل على حقن موضوعي وقاوم تنفيذ برنامج علاج طبيعي ويصير بشكل كويس جدا في البرنامج وحيكون موجود بإذن الله إن شاء الله في المباراة النهائية محمد عبد المنعم فرص لحقه بالمباراة النهائية صعبة يعني بنسبة 90% وممكن تزيد شوية كمان محمد عبد المنعم بره مطش الوداء للأسف الشديد لأنه عنده شد في العضلة الضمة لكن المحاولات مكسفة في الحقيقة من جذب فاني بكيادة الدكتور أحمد أبو عبلا اللي بيعمل موجود كبير جدا في محاول التجهيزه وبنسبة كبيرة محمد عبد المنعم حيسافر معاهم تحسبا لجاهزيته لكن النسبة الأكبر إنه مش حيلعب هذه المباراة حتى لو سافر لكن حنشوفه خلينا نتفاق الخير أليو دانج جاهز وحيشارك في التدريبات أول مرة إن شاء الله سيكون موجود لويس مكسوني صابته طويلة شوية في الرقبة يعني جزع في الرباط الداخلي للرقبة فبالتالي لسه قدامه شهرين بعيد بدر بنون لأنه في ناس سألتني قبل الحلقة إمكانية لحق بدر بنون بمورات الأداد لا مش هي الحق لأن بدر بنون يبتدي يشارك في التدريبات الجماعية بعد أسبوعين من دلوقتي فبدر بنون طبعا بره لكن بيعمل بعض التدريبات التأهلية بالنسبة له بعد فترة غياب طويلة ياسر إبراهيم خلاص بيتمثل للشفاء وعددته أكيد مهمة لأن ياسر فترة كبيرة الفترة الأخيرة كلها كان ماشي بشكل مميز وإن شاء الله بإذنها هي الحق المباراة النهائية وحيكون موجود يعني وحيشارك في التدريبات بكرة أو بعده أيضا على أقصى تجدير دي أخبار مصابي النادي الأهل هروح بسرعة على الفاصل بعد الفاصل نرجع نكمل استنوه